نتحدث إذن عن هذه الشرارة التي ربما تشعل مزيدا من التوتر أيضا وربما المواجهة ولو بعمليات القصف والأهداف والغارات الجوية من إسرائيل إلى إيران وربما العكس شرارة جديدة أضيفت للعلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران بمقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادا لكن من هو العالم الذي تصفه المخابرات الإسرائيلية والأمريكية أيضا بالقوة الكامنة خلف برنامج الأسلحة النووية الإيرانية لمدة عقدين وكيف حدثت أصلا عملية الاغتيال أكدت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن ثلاثة مسؤولين في المخابرات الأمريكية أن المسادة الإسرائيلي كان وراء عملية الاغتيال التي جرت في كمين مضيفة أن العالم الذي قتيله كان هدفا للمساد منذ مدة وأضافت نيويورك تايمز أن فخري زادا كان دائما خارج دائرة الاستجواب رغم طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستمرة وعللت إيران رفضها بأنه أكاديمي محاضر في إحدى جامعات طهران لتكشف تقارير استخدارية لاحقا أن الدور الأكاديمي مجرد غطاء عام 2008 أمرت واشنطن بتجميد أصوله وفي العام نفسه بيّنت إحاطة سرية لوكالة الطاقة الذرية أنه يدير ما سماه الإيرانيون بالمشروعين مئة وعشرة ومئة وأحدة عشر الخاصين بمعالجة أصعب المشكلات التي تواجه مصممي القنابل كما أن حصول إسرائيل على الأرشيف أظهر تورط فخري زادا لبل قيادته لمشروع أمن وهو ما أطلقه الإيرانيون على جهود الأسلحة النووية قبل عشرين عاما ويرى مسؤولون أمريكيون أن مقتل فخري زادا بمثابة رسالة واضحة لعلماء آخرين في البرنامج النووي بأن الوصول إليهم سهل كما كان الوصول إليه لكنهم أضافوا في الوقت نفسه أن مقتل العالم سيؤدي إلى تعقيد جهود الرئيس المنتخب جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي طالما أن وفاة فخري زادا تشكل انتكاسة لبرنامج إيران النووي ما سيزيد من رغبتها في الرد بالقوة لا سيما مع تعهد قائد إيراني بالانتقام واندلاع احتجاجات في طهران تدعو للحرب مع الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر